حول هذا الموضوع سرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسير الرئيس تنفيذ الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة كما نعلم حاليا أن القمر الصناعي ضاء واحد يدور في الفضاء ويقوم بمهامه في جمع البيانات حول أشعة غاما والتي صمم لرصدها هل تحدثنا عن ما يقوم به الفريق المعني الآن بإدارة قمر ضاء واحد؟ السلام عليكم جميعا يتولى الفريق طبعا حاليا مسؤوليتين رئيسيتين أولا تلك المسؤوليات تتمثل في مراقبة طرحات القمر الصناعي ضاء واحد من خلال تتبع بيانات الرحلة بشكل مستمر ثاني مسؤولية هي جمع البيانات حول أشعة قامة الأرضية ومبالجتها وثنقيتها للحصول على بيانات سليمة يتم الاستناد عليها لتقديم عدد من الدراسات الألمية مثل رسم خرائط لمناطق تواجد أشعاد قامة الأرضية وتحديد مستويات شدتها ودراسة تأثيرها على حياة الطائرات وأجهزات الإلكترونية وصحة الإنسان داخل الطائرة وفي الغلاف الجوي للعام نعم دكتور ضاء واحد مثل الخطوة الأولى في سبيل دخول مملكة البحرين إلى مجال الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هل نتعرف أكثر على الخطوة المقبلة؟ بالتأكيد تم الإعلان خلال شهر قصدص المواضي عن بناء الهيئة حاليا لقمر صناعي بحريني جديد والذي سيحمل بمشيئة الله عدد من الابتكارات البحرينية ومن أفعزها أنه سيكون الأول من نوعه في المنطقة الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور الفضائية قبل أرسالها للمحطات الأرضية كما سيحمل بمشيئة الله ابتكار لضمان الأمب السبراني الفضائي وهذا طبعا يشكل نقلة نوعية في جهود تأسيس بطاع فضائي بحريني مستدامة يبن الله نعم سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لعصة النساء شكرا جزيلا لعصة النساء tengan 어떨 probability شكرا لك شكرا جزيلا لك